مجلس الوزراء 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 أنا لست طائفية يعني فصلا نحن الكتائب مش طائفية وضع الأمر في هالإطار يعني نحن على كل حال موضوع أمن الدولي وموضوع الأمن الداخلي والأمن العام صرفيتهم يعني كل الاعتمادات صارت بلكة بدأت تجي سوا يعني ما رح يغيبوا الاعتمادات لأنه يعني بالآخر كل ما يجتمع مجلس الوزراء كل ما يجتمع مجلس الوزراء أكيد في حاجة لبنانية كل ما يزيد العجز السنوي على المديونية كل ما يجتمع لأنه بقر مصرفات يعني كل ما أنه ما يجتمع مجلس الوزراء كل ما أنه ما ندفع أموال ويزيد الدين على الشعب اللبناني كله استاذ فادي بالقراضة يعني كله مصالح بشكل عام بس هلأ سير عجلة الدولة مطلوبة بس مطلوبة تكون منزحة أكثر بدأت تكون بشفافية بدأت تكون يعني موضوع بدل ما تكون يعني استدراج عروض بدفتر شروط هلأ هيك صار بعمل المطار لأنه يعني بدل ما تكون بدائرة المناقصات يعني هاي دي اسيا تغييب دائرة المناقصات وكل وزير فاتح دي كان يحسابه هاي دي ما الشعب 25 مليون هاي دي ما الشعب 12 مليون أرقام العالية أرقام عالية هني عم بشكلوا يعني انفاق سنوي 15 لل16 مليار دولار يعني موزانات الوزارات كله يعني في ناس في وزراء عم بيطلعوا ملينين يعني للأسف والناس يعني من فقر لفقر وعب يزيد الدين العام وعب يزيد الدين على الشعب اللبناني لا وتعوا دفعوا يعني بيطلبوا من الناس يدفع درائب بي بالمئة زيادة الدرائب أي للأسف يعني الوضع مش طبيعي يلي عايشوا لبنان والوضع كارثي وخلينا نرحم الشعب بالآخر يعني حرام بموضوع أمن الدولة هل يشعر فريق المسيحي أنه في ظلمية على هذا الجهاز لا لمن هلأ أخذ مصار نهار الثانين بدي يكون بند أول على جدول عامل مجلس الوزراء يعني وبيكملوا بهذه الصدقية وأكيد فيه كلمة للرئيس بره بس لليوم لليوم حسب رأيي أنا ما فيه ضماني أنه نهار الثانين رح يمشي الحال إنما رح ينفتح بحث بهذا الموضوع اتخذ شغلي أنه ما فيه مسارفات للأجهزة الأمنية من لباقة الأجهزة الحال بالضبط يعني فيه مساوية على مستوى الأجهزة الأمنية إن شاء أنه فيه تسويما إن شاء الله أزمة أكبر موضوع الإنترنت وفضيحة الإنترنت مبارح حصل هذا التطور وصحيفة الأخبار تقول أنه مسرحية الكابل البحري كما جاء في صحيفة الأخبار مبارح بالدنيا عم بتشتي وبتم التوجه بقوة إلى هونيك لا يشوفوا يكتشفوا هذا الكابل الضوئي أليف ضوئية رجع طلع القرار رجع طلع الكلام أنه ممكن يكون خط للدش أو للتليفزيون يعني لك المطلوب من القضاء وبتمني أنه في قضاء بدأ لأنه نزل على لجنة الاتصالات نزل القضاء وهم يشاركوا إلى جانب الأجهزة الأمنية إلى جانب وزارة الاتصالات يعني مفروض نوصل ولو متأخرين على المستوى القضائي مين عم بيختلص أموال الدولة أكانها في الإنترنت أو في غير على مستوى كل الدوائر والفضائح على مستوى كل الكبريات والتجارة تجارة بالبشر بالبشر حلو شبكات الدعارة ماشي من اليوم قبل ما يجوا اللاجئين السوريين ماشي يعني هداية تفلت لما يكون تفلت يعني من قبل حالة أساسية جيوش فصائل سلاح كله بدي يصير في تفلت بالكبريات الناس بدي تعيش أنا مش عبقابل أنا بدي يصير في تفلت بكل عكل المستويات ولم يكون يعني إذا بدك إشارات للفقر وإشارات يعني زيادة العجز وسرقات وفساد هون وهون وهون عكل المستويات يعني بكل الوزارات بشكل أو بآخر تتوقع سيد 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 يعني على طول مطلوب القضاء مطلوب المراقبة مطلوب مطلوب مجلس نيابي يتابع ما في شك إنما أول وآخر مطلوب عدم تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يرجع يستقيم الأمور قبل ما نفوت بالختم اختم معك هذه الحلقة الرئيس بر أكد والوزير بطرس حارب أكد واللجنة أكدت أنه ما في لفلة في الموضوع على الانترنت لأنه في الكثير من القضايا أيضا ستفتح لاحقا نعم نعم ولكن من التجارب يعني لك مشروع الانترنت عم بيروح الدولة حركة 80 مليون دولار للتسعين مليون دولار نقال رقم ممتين نحط رقم ممتين مليون يعني حطوا وزير الميلي حطوا شهري في ناس قالوا حطوا سنوة في ناس قالوا شهري وقعوا يضربوا إنه مليارين واربعمائة مليون ونحط بصحيفة بالجريدة ونحط على كل حال بس هناك شيء غير شرع هناك فضل اعتبر كامل كامل إذا بدك مشروع الانترنت هو بقارب الميتين مليون حسب وزير الميلي بس حسب أجاره ما بزيد عن 80-90 مليون دولار إنما هيدا ما إلا الدولة أكيد ميزة ولمن يكون في يعني المساحة الكاملة لمصلحة الاتصالات أكيد أكيد بصير في إرادات أحسن وكنا عم نحكي عائدات الخلوة لموضوع البلديات يعني هلأ اتوزعت العائدات تعمل بعد موضوع النفايات والعزمة الكبيرة اللي صارت وهلأ عم نحكي عن انتخابات بلدية حضرتك لمنطقة الجبل في قضاء علي فيها عند تكون تشعر من خلال تحركك إنه الناس عندها أقبال بدأت تعمل انتخابات عندها أقبال في محلات رح يكون في معارك ضمن الحزب الواحد والحزاب بشكل عام مقسومين مع العيال لأن بيجوا عند الجباب والعيلة ولكن العمل السياسي فاعل بالضبط عم نحاول نحن على مساحة التوافق لأن هذا مكسب أكيد التوافق ما نجيب من ما يكون بد يكون فيه ناس إنمائيين مهنسين محامين مسقفين ناس بتعطب الشأن العام ويكون يعني بذات الوقت ناس نضاف هلأ عم بيه بلشت اليوم الانتخابات بسوريا خلينا نقول قبل ما أحكي ولكن طيار العوني والقوات طحشين من زحلي للجبل لكسروان كتائب كأنه عم عم تشعروا أنه انتو نحنا نحنا موجودين من داخل العائلات حالة تنموية مش سياسية قصة البلديات بهمنا مصلحة الضيع ومصلحة البلدات ومصلحة المدن بدنا نكون شركاء معا وين بيتوجب معركة رح نعمل معركة وين بيتوجب بس نحنا هدفنا الوفاق داخل البلديات ليه لأنه إذا ما كان فيه وفاق هذا بلبنان ما فيه وفاق تخرب البلد نعم على المستوى يعني هذا مثل لبنان والدولة إذا رتبنا البلديات برجع يمكن يترتب البلد نعم عم نحكي أنه بعد فيه تشكيك لحد الآن بموضوع إجراء انتخابات البلدية رغم الحسم وحضرتك عم بتقول هلأ فيه انتخابات مجلس الشعب السوري لا الانتخابات حاصلة في لبنان انتخابات البلدية الانتخابات بسوريا المفيدة انتخابات على طريق الدكتور بشار أكيد يعني 99.99 بعدنا نفس الشي بس فيه انتخابات عم يعمل انتخابات فيه انتخابات حلق بإيران صار فيه انتخابات بغير وجه نعم فيه انتخابات إنما بسوريا فيه انتخابات سوارية لا يعمل يعني تحشيد شعبي ويعطي تشريع لوجوده يعني للأسف بعد ما فيه قرار بدون طيران روسيا هالمرة على الأرض لا بعده موجود طيران روسيا بس عم بينزلوا أليكوب دي يعني مبارح يعني فيه اثنين تيارجية يعني بيعتبرهم يعني قطلوا بانفجار طيارتهم بسوريا يعني على كالحالة زي من انتخابات مجلس شعب عم بيحاول الروسي يهرب من الأكلاف على مستوى المعركة إنما بده يحافظ على سلطة يلي أخذها سلطة يعني مطلقة على مستوى المنطقة عامل حلفه باتفاق روسي إسرائيلي وتوافق روسي إيراني ركبها هادي هي المنطقة وهذا هو مستقبل المنطقة بتدخل أمريكي إن شاء الله يكون العربي شريك وله السبب نحنا بدنا نكون على مستوى لبنان أكيد من حي سيدنا البطرق إنه لدعوته هون بدنا نختم للسفراء سفراء الخليج يرفع نشكل نشكل بكركة رافعة وطنية لعودة لبنان لسابق عهده تغيير وجه لبنان هي إذا بدك قتل للبنان ومنكون أحيانا إلى مالة نهاية 13 نيسان 75 يلي خلصنا منه من 41 سنة نعم فلنضعز نعم شكرا لك أستاذ فاد الهابر وعضو كتلة الكتائب اللبنانية على وجودك معنا اليوم بهذا اليوم تحديدا أشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة